أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة عن صدور اللائحة التنفيذية لقانون حضر تعارض المصالح وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق الدكتور محمد بوزبر عند القانون ولائحته التنفيذية يعد استحقاقا جديدا يرى النور إثر قيام الكويت بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2006 وأوضح أن اللائحة التنفيذية للقانون وضحت حالات تعارض المصالح التي توجبه الإفصاح عنها وحدت مدة عشرة أيام للإفصاح وإزالة حالة التعارض وذكر إنه في حال عدم إزالة حالة التعارض خلال ستين يوما من تاريخ الإفصاح يتعين على جهة الإفصاح اختار الهيئة العامة لمكافحة الفساد لمباشرة شؤونها